الجدل والخلافات السياسية حول قانون الانتخابات ما زالت قائمة نتيجة عدم حسم الصيغة النهائية لجسد القانون وازدواجية محتواه بين الدوائر المتعددة والترشيح الفردي وانتظار تصويت مجلس النواب على تعديل القانون مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي اكد ان تحديد واكتمال الجداول المتعلقة بعدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها وخارطتها الجغرافية والاحصاءات السكانية في كل منطقة وعدد الناخبين تتطلب تحركا سريعا لإكمالها وسط رفض غالبية الكتل السياسية اعتماد الدوائر المتعددة نتيجة تعزيزه لنفوذ الاحزاب واصحاب المال السياسي وبالتالي يضعاف حضوظ الوطنيين للفوز بالانتخابات قانون الانتخابات لا زال هناك مشكلة في القانون لم يجهز تماما هناك تصويت على جسد القانون الجديد لكن لا زالت قضية جداول القانون يعتبد على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي وبالتالي ينبغي تحديد هذه الدوائر وعدد الناخبين ومناطقها ايضا سياسيون رأوا ان اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة هو المخرج الامثل للخروج من اطار نفوذ الاحزاب والمحاصصة والطائفية ولضمان انتخابات نزيهة سيما في المناطق المتنازع عليها وللتخلص من مشكلة التداخل بين الاقضية والنواحي في المحافظة الواحدة نطالب انه العراق ان يكون دائرة انتخابية واحدة ولكن ما كان يستجاب لنا وامضينا الى الانتخابات في محافظة دائرة انتخابية واحدة الان احنا نطالب ان يكون بالحد الادنى ان يكون المحافظة هي دائرة واحدة لانه في الاقضية اللي انا بينتها هناك تداخل وهناك خاصة في المناطق المتنازع عليها كثير من الاقضية اللي نواحيها تابعة لهذه الاقضية ابنائها غير موجودين فما تصير انتخابات عادلة وعلى الرغم من تأكيد غالبية الكتل السياسية عزمها اقرار القانون الا ان مراقبين شككوا في جديتها بعد ان فقدت تلك القوى لجمهورها في انتفاضة تشرين وبالتالي فلن تجازف بخوض مغامرة الانتخابات في الوضع الراهن وهو ما يفسر عملية تسويف وعرقلة حسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية وبالتالي بقاء نجاح الانتخابات المقبلة باقرار قانون يضمن عدم الالتفاف على مطالب الشعب الذي لن يقبل بأي نتائج تعيد للمشهد السياسي ذات الوجوه التي اوصلت حال العراق الى ما هو عليه اليوم ترجمة نانسي قنقر